السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوان تمنى تكونوا باخروا على خير مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي هيكون الاخوان على الموضوع ديال البلد المصنع ديال القطع الغيار اخوان ديال جميع انواع القطع الغيار هذا مشكلة اخوان كانوا قعو فيه احنا اصحاب محلات بيع القطع او للمحلات ديال بيز دروشانج كانوا قعو فيه مع الزبائن ديالنا وهو انه يعني كيطلبوا منه او لكيجو كيبهو ياخدوا شي قطع السيارة دياله وكيكونوا عارفين بان مثلا واحد لا مارك كتكون شركة المانية ولا شركة فرنسية ولا ايطاليا ولا اسباريا مثلا كتكون شركة كبيرة عالمية وماني كي ياخدوا هذيك القطع او هذيك الابياز كيتفاجأوا بانهو كيلقوها مثلا مصنوعة في الصين او لا مصنوعة في توركيا او لا مصنوعة في شي مثلا في شي دولة اللي كتكون عندها واحد كما قد نقول واحد لاغيب فوتوسيوم يعني واحدة سمعة بانها كتصنع هذيك قطع غيار يعني كتكون الجودة ديالهم نقصة يعني جودة رديئة مثلا ما بين قوسين الصين اللي كتكون لاشين اللي كتكون معروفة انها يعني كتصنع يعني الجودة كتكون رديئة وهذا هذا خطأ الاخوان هذي فكرة غالطة يعني بزاف ديالناس كيسحب لهم ان لاشين كيصنعوا غير الحويج يعني الكاليتين اللي نقصة بالعكس لاشين عندهم برمية شوات دوزيم شوات تروازين يعني واحد العلامة ديالهم خاصة يصنع واحد الحاجة ويبقى بعض السوق كتقدر تبشي لاشين راكي من كتك بسمعاهم اطابل راكين البرمية كيقول كوش بلتي برمية شوات دوزيم شوات تروازين فالاخوان هذي القادية هذي دابنا نتكلم على القطع الغيار اللي هو المجل لي فبزاف ديالناس كيمكن لكم مثلا الاخوان كميتال بحل دابا هذي 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 الكروة هذي هذه الكروة ديال البجو هذي كتركة في البجو سيتروين الفورتاية هذي الاخوان بوش بوش هذي تلقى هنا هذي جيرماني هذي جيرماني هذي جيرماني تمنى ان نتبليكم هنا في التليفون في الكاميرا مهم هنا مكتوبة الاخوان جيرماني ولكن ديرين هنا فابغيكي انشين دابا الاشكال اللي كي لاجه شي واحده ما عارفش كي قولك لا اخواني هذي مزورة دابا كين جوجد الانواع ديالك دابا كي قولك لارام زورة ماشي بوش حقيقية وكي قولك كيكون نسبيا فاهم مثلا واحد زابون كيكون نسبيا فاهم كيقولك لا لا ما بغيتش هذي ديالشين واعطاني ديال لالمان مع العلم ان دابا لاجه نبحثو ربما ربما ما غديش للقوا واحد الوزين اللي كيصنع لي كروه في المانيا هذي الوزين اللي لقوه شركة بوش مشات دارت الوزين ديالها في الصين وكتصنع لكروه راه نفس الاخوان نفس درجة يعني نفس نفس كما كان قولوه لا ميم كاليتها نفس الجودة راه كما تصنعت في الالمان راه تصنعت في الصين هيتعلاش ليد العاملة دابا بوما شنو كي هي شركة طبيعة الحال غضي تربح غضي تقلب على الربح اي شركة في العالم ما الا تأسس باش تقلب على الربح وذا يعني شيء عادي هما الربح ديالهم كيشوفوا اليد العاملة في انكينا بحال دابا احنا كيجو لازم في السيسور كيجو للمغرب كيتانستالو هنا في فطانجا في كازا علاش علود اليد العاملة رخيصة احنا عدنا السميق هابط راه كيقولك انا غد اجيطة للمغرب راه غدير الربح إلا بقيتش في بلادي الاصلي اللي يمتعنا فرنسا راه اليد العاملة راه السميق عندهم تم موحدة 1200 تقريبا كيقولك لا راه ما مثل الكاشخصينا بمشي الواحد دولة اللي كتكون ليد العاملة رخيصة وغنص مع فاولا كي بنفس الجو ده الاخوار راه ما كيانش لفرق يعني كما قلت لكم احنا اصحاب المحلات كنا نتعرضوا للقضية الاخوان مع بعض الزبائن ما كيفهمونا كيقول لا انا ما بغيت هاش شينوه وممكنش راه هادك لوزين كين فلاش شين هادك الشركة اللي انت مثلا مثلا مان فيلتر بوش مهم شركة بزافة في هاد دومين هذا بحل لزامورتي السور اشيكا شركة معروفة شركة ايطالية ولكن عندهم لوزين في الصين رابش تعرفوا الاخوان راه هادوك الخبارة اللي كتلقى مثلا مثلا بوش كتلقى خبارة المانيين كتلقاهم انستالي هما فلاش شين هما اللي كي يجيروا هادك لوزين يعني بجميع العلم اللي عندهم وكل شي بذيك الخبرة اللي عندهم ولكن كتلقى يد العاملة كتلقى ناس اللي هماذي شينوه يعني صينيين هذا هو اللي كين ما كيش الاخوان زعمل شي فرق اللي كتقول لا لا اخذتها مثلا هاده فابريكي اونتشينا راه دي تقطع لي او لا لا اطراف فيه شي مشكلة الفرق اللي كين الاخوان ننتقلوا دابا الموضوع التاني من نفس الموضوع و لكن ننتقلوا للجزء التاني من هذا الموضوع الاخوان اللي هو قصة نترك معاكم هو انهم انكم كتشريوا شي ماركات اللي كيكونوا شينوه ماشي بوش مثلا كتشري واحد الماركات اللي كتكون كورو اخرى و لكن اه ما كتلقاها الشركة الصينية تما كتقدر تكون الجودة نقصة اولا كتلقى شركة تركيا مية في المية تركيا كتلقى شوية يعني القطع الغيار ديالهم كتكون الجودة ديالهم متوسطة متوسطة فأما الى مشيتي يعني اخذتي واحد شركة كتكون معروفة عالميا ولقيت بان ذاك البرودوي مصنوع في الصين عادي انك تاخذ هذه السلعة و يعني و ما كيتشي مشكلة اخوان را كنت قدرت فيديو شحالة دي و كنت شرحت ولكن الاخوان معا دائما كان توصل و دائما كان نرسل قطع الغيار يعني المدن هنا في المغرب و كيتفاجأ بعد الزبائن كيتتصلوا بك و يقول يا اخو يونز انا كومانضيت عندك لزامورتيسور فلان فلانيين مثلا لزامورتيسور بوغي لما بين قوسين كتسموا بوج را كومانضيتهم و فيهم توركيا وهي شركة المانية أرسلت مجموعة فلانيين توركيا و لقد تلقى مجموعة هناك عادي فقط أما الخبر اللي يجري هذك الوزين فكي تكون غير مغرب في الكرة و همعرفين بأنها مصنوعة دولة لأن هذه الشركة اينستالي في المغرب على ودية العامل الاخوان فقط أما الخبرة التي يجري هذا الوزين، فهي يكونون أكفاء هذه الدولة، بحال ما تكيمك لكم بوش، تلقوا خبراء ألمانيين في فلاشينو، والذين يجريون هذا الوزين. أو تلقى مثلاً شركة فرنسية، مثلاً الكيت ديستريبيسيون، الكروة غيتس. الكروة غيتس كانت لوزين توركيا. وبعد ألف سيدي كنت أخذت لي لديك الكيت ديستريبيسيون، قال لي إنها توركيا، قلت لي لدي أنا أخذتها، وكان راه الوزين اللي في توركيا، بما هي شركة عالمية، التي تصابها الكروة وتصابها وتصابها. أخذ سيدي كان تخوف ما بين قوصة الإخوان، سيدي كانت سيديون، وكانتخوف من المركزيون، كان بغاية كنتيننطال، كان يتعبر الميكانيسيون، وصلت المئة ألف كيلومتر السيارة قال لي اللقصك تجيب لي كنتيننتا وبغاكي تخوف مو ما نقنعته وقال لي شوفا سيون زبانة طيق فيك يعني كان نجي عندك وعندك كان نتبعك في القناة صافي ما شي مشكلة أنا أنا أريد أن أدرك والله العظيم الإخوان والله العظيم والله العظيم نهار اللي حل كروة الدستوريبوسيون والطندور إلا القينا فيهم غيتس أوريجينا هما نهار اللي تسمع هذا المحرك شركة سياط سمحوا لي شركة شركة فولزفاقن مشاتش جابت البرودوية وقد صدرته في طانبيل مني كانت طانبيل زيرو كيلومتر وتفاجأ قال لي يا شوفا وراء فالإخوان مهم نتمنى أني نكون ما طولت عليكم كانت أدير فكرة باش نوضح لكم الأمور كيفاش ديرها وتبارك الله عليكم الإخوان اللي بغايت تواصل معي الرقم ديالي في واتساب نتمنى الإخوان أنكم هدر الرقم واتساب يعني اللي بغايت تواصل معي بالأخص أوديو أو لا يسافت لي مثلا تيكس وش حاجة ونقراه مما هذا الرقم واتساب هو 06-61-05-05-46 وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر موسيقى